يا صباح الورد على كل حبيبي يارب تكونوا بخير والنهاردة هعمل معاكم القلقاس بالسلق طعمه روعة وخفيف ولونه طحفة يلا مع بعض ندخل نشوف المأدير بتاعتنا سمي الله ومعنا كيلو قلقاس 3 حزم سلق شربة لحمة أو فراخ حسب الكمية اللي نحبها 4 فصوص أو 5 فصوص طوم ونص معلقة كزبرة جفة مطحونة وملح وفلفل ومعنا الكزبرة البطل هنا معنا السلق كل ما بتقطري السلق بيبقى طعمه جميل وتحمصيه بيبقى روعة احنا هنا اهم حاجة في عماله القاس نعمل واحدة بس ما نجيبش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة كبيرة هتاخد سوى والصغيرة هتاخد سوى والراز بتاعته تبقى لونها بمبة فاتح وتبقى مدورة ما تكونش طولية وما يكونش فيه اي جزور طلع منها زي الشعور كده دي بتبقى عجوزة ونحطه على بلانشة كده عشان نعرف نقطعه عشان بيبقى هو صعب شوية السكينة ما تعملناش اي حاجة وهنقشره زي ما انتوا شايفين كده هنقشره كويس شايفين لونها بمبة ازاي اهم حاجة الراس بتاعتها تبقى بمبة وتبقى مدورة ما تكونش طولية او بيضوية عشان دي بتبقى عجوزة ولما نختار نختار واحدة كده ايه حوالي كيلو كيلو ربا دي بتستوي بتبقى كلها سوى واحد وبجيب فوتة نظيفة وبمسحها كويس جدا بنضافها من اي حاجة مطرح ما ايه الشرطة وجيب فوتة تانية نشفة وابتدي بقى ايه اقطع الالقاس بتاعي لازم كله يبقى الحجم قريب من بعضه لان الالقاس ما بياخدش سوى طالما مختارين الالقاس بطريقة يعني صح هيستوي معنا كله مع بعضه شايفين اللون وبامبة ازاي وفاتح وكمان وانا بقطعه مش جامد اللي بيكون جامد وفيه جزور من برا بيبقى قاسي وبيبقى شايخ وما بيستويش كويس معنا وبنزعل بعد ما خلصنا الطبخة وتعبنا وقلنا بقى هنأكل الالقاس بتطلع وحشة ولونها بيبقى غامق واسود فلازم نختار الالقاس كويس جدا هقطع كل الكمية بتاعتي مربعات قد بعض وحطها فوطة نظيفة وامسكها لكني بخسلها ادعكها كويس جدا اشيل منها اي مزلقة اي شوائب بعمل بقى هنا بحط البولة وبجيب مية سخنة مغلية وبخليه بس في المية حوالي خمس دقيق وبعصر عليه لمونة الخطوة دي مهمة اولا بيخله الانضيف ومفهوش اي مادة لازجة خلاص بخلص الخطوة دي يعني حوالي خمس دقيق بس معلمون بيخلي كمال لونه يبقى فاتح ومفهوش اي مادة لازجة وبعد كده بحطه في مصفى وصفيته خلاص صفيته كويس بكون بقى محضرة شربة حلوة كده محبشها بالملح والفلفل اللي تحب شربة لحمة شربة فراخ حسب الموجود عندك بجيب بقى السلق بتاعي حوالي حزمتين ثلاثة سلق القلقاس بيحب السلق وهقشره كده هعمله زي اكني بقطف ملوخية وهخسله كويس وحط بس معلقتين مية عليه على النار لحد كده ما يتبل خالص اول ما بيتبل معايا ما بخلوش على النار بصف فيه كويس من المية وبحطه يتحمص على النار كويس جدا التحميصة دي بتطلع لي طعم السلق الني بيخلي طعم للقاس حلو مش ببقى حاسة ان انا باكل سلق كده ني واول ما بيتحمص معايا كويس بقى افرمه وفرمة حلوة وابتدي بقى تاني احمصه بقى كده ايه على النار بمعلقة زيت بسيطة كده الحياة ما تنشف كل ميته شايفين المنظر اول ما بتنشف ميته بابتدي بقى احمص احمص فيه كويس كل المية بتاعته بتنزل بخليه على جنب وابتدي بقى هنا ياخد منه معلقة صغيرة احطها على القلقاس يقول القاس بتاعنا استوى بقى اعمل زي الزبدة بخليه على جنب هنا وابتدي بقى اعمل الطشة بتاعتي اللي هي عبارة عن اربع معلقة كذبرة خضرة وربع معلقة كذبرة نشفة وخمس ست فصوص طو وبهرسهم كويس كده وبعمله الطشة مع السلق هنا بقى في الخطوة دي مهمة قوي ان انا احمص السلق طبعا انا احمصته خلاصه وفرمته وبعد كده بعمل الطشة ما بحبش احط السلق في الاول مع الطشة بيتطرير دي الطشة وما بتبقاش حلوة وبتطلعش ريحتها خلاص انا اتحمص معايا السلق ضفته على الطوم واحمصهم تحميصة بسيطة مع بعض لان الطوم خلاص اتشوح ورحته تلعتها وكذبرة الخضرة وكذبرة النشفة ببتدي بقى ايه اتوشه على القلقاس بتاعي واتفرجي بقى على الريحة وعلى لون القلقاس الاخضر الفاتح السلق بيهو اللي بيديله طعم حلو بس اهم حاجة نحمص السلق كويس وناخد بقى كده ايه غلوة بسيطة وناخد كبشة شربة ونحطها على بيت الطاصة وشمي احلى ريحة من القلقاس طعمه جميل وطري وزي الفل اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتجربوا الطريقة واللي تعجبوا الوصفة ما ينساش اللايك والشير والدعم القناتي كنت مبسوطة ان كنت معاكم فاطمة ابو عليه والسلام عليكم